اشتركوا في القناة كان بتعلق في أكثر من موضوع الموضوع الأول مشاكل الضعف الجنسي والالتهابات والأمور اللي إلها علاقها بآلام أسفل الظهر اللي برضو إلها علاقة بالالتهابات وبرضو أمور إلها علاقة بتساقط الشعر تساقط الكثيف فالكل بحاول أنه بقولك هل فلكيا إلها تأثيرات أو في إلها أسباب أو ليش صار معي هيك عندي مرض معين خصوصا حتى عندنا بالعيادات أو بالمستشفى في كثير مراجعات للأمور الجنسية أو المسالك البولية من أطباء أصدقاء لإلها زملاء يعني يقولوا ليش الفترة هاي كثير في مشاكل إلها علاقة بهاي الأمور وبرضو تبعين الجلدية والتجميل مور تساقط الشعر وتبعين الدم برضو نفس الإشي سألوا عن نفس الأسئلة هاي وغير الرسائل اللي بتيجي أو المواضيع اللي بتمفتح جانبية من بعض الآثار عن بعض الأشخاص طبعا أول إشي رح نحكي إحنا عن أكثر من مسألة عشان نشرحها بطريقة علمية شو تأثير الفلك على هذا الموضوع أول إشي خلينا نأخذ عن الجانب الجنسي أو مشاكل الجنسية أو الالتهابات الجنسية أو تضخم البروستاتة تحديدا كلها هاي إلها علاقة حتى الإفرازات الضعف كلها هاي إلها علاقة بالمريخ المريخ أول إشي هو الكوكب اللي يتحكم بالأمور اللي إلها علاقة بالجنس والنار إلها علاقة بالالتهابات إلها علاقة في أمور سلبية صحية طبعا السبب انه كمان المريخ وجوده شكل زوايا اوليش زوايا التربيع مع الكواكب اللي موجودة بالجدي وهي الزوايا اضعفت من وجوده وعطته نسبة منتحس عالي فعشان هيك اثاره بما انه المريخ له علاقة بالجنس وهو الكوكب المسيطر او المؤثر او كوكب برج الحمل تحديدا وكوكب برج العقرب الحمل له علاقة بالرأس والعقرب له علاقة بالمسالك البولية فلما تيجي تطلع انت الرأس نيجي على تساقط الشعر طيب لا ما هي مش دلالة كاملة تساقط الشعر انه يكون المريخ في الحمل اسم نحكيها خلينا احنا على الامور الجنسية بعدين نروح لسبب تساقط او سبب الامور البشرة او الوجه او الام الوجه او الاسنان او هاي كل هالامور اللي في الفترة هاي فعشان هيك بما انه العقرب له علاقة بالمذاكير واله علاقة بالالتهابات واله علاقة بالجنس فعشان هيك المريخ بيسيطر على هذه الامور واثناء انتحاسته دائما بضر موليد معينة اللي هم مثلا تواجد المريخ كان في ابراج مائية او ابراج ترابية هذول اكثر ناس بيعانوا من هاي الامور بالفترة هاي لانها النقطة ضعف لهم فبتسبب لهم مشاكل اما تضخم بروستاتا او ضعف جنسي او امور لها علاقة بالالتهابات المسالك البولية او الافرازات اللي بتكون بشكل مفاجئ وبتيجي الامها جامدة جدا فعشان هيك يقولوا انه ابعدوا عن الاشياء الحرة ابعدوا عن الاشياء اللي بتهيج يعني اللي بترفع درجة الحرارة الجسم زي الزنجبيل والفلفل والشطة الحمرة البهارات الاسبايسة هاي كلها هاي الاشياء بتأثر لانها بتزيد من الحرارة وانتي عندك حرارة عالية اساسا في الجسم من المريخ فانتي بترفعها بزيادة انتي بدك ترطيب وتبريد للجسم طبعا في اشخاص او في بعض العلوم بتقول لك روح على مشتقات الحليب او على الالبان انا ما بنصح لا بالحليب ولا بالالبان علميا ايش يلو علاقة باللكتوز ويلو علاقة بالافرازات وانه الحليب نفسه في بعض المضار واشياء زي هيك فعشان هيكي الاشياء المبردة او الاشياء الباردة زي العصائر اللي فيها زي الليمون زي الاشياء اللي فيها نوع من انواع الترطيب احنا بنسميها اللي هي العصائر اللي فيها فيتامين سي اكثر شيء هي اللي بتحتوي على هاي المواد فعشان هيكي بتلاقوا انه مشاكل المسالك البولية ولسه في زيادة يعني راح تزيد الامور هاي وخصوصا اللي عندهم مشاكل اساسا او امراض بالاساس اللي هي علاقة بالبروستاتا او تضخم البروستاتا او سي اي لبروستاتا اللي هو الكانسر او اللي عندهم مثلا تضيق بالاحليل عندهم اكياس على المبيض عندهم هاي كلها في الفترة الجاي مع تراجع المريخ اللي هو يوم تسعة تسعة هاي الاشياء بتصير عرضة للزيادة اكثر والام اكثر فعشان هيك هذول اكثر الناس بدهم يحتاطوا من هاي الامور واللي بصير عنده مشاكل بوادر ضعف جنسي ما يخاف يعني هي فترة مؤقتة ينتهي التراجع وترجع الامور على طبيعتها اما بالنسبة لعملية تساقط الشعر شو سببها اول ايش المريخ بلش يشكل زاوية الزاوية هاي بتيجي مع الزهرة والزهرة الو علاقة بالجمال وهاي زاوية تربيع وجوده في برج مائي برضو بضعف من طاقته وبرضو التشكيله للزاوية هاي اعطاها سلبيه اكثر فعشان هيك بعمل تساقط الشعر بكثافة رهيبة جدا لدرجة انه فيه اشخاص تنزل خصل باديهم او كميات كبيرة من الشعر في اديهم فهاي الها سبب بزاوية التربيع اللي ما بين الزهرة اللي هو كوكب الجمال وما بين المريخ اللي موجود في الحمل اللي له تأثير على الرأس يعني ما ركز الاصابات الرأس فعشان هيك بتلاقي اللي عملين عمليات تجميل او تبييض او تقويم او امور الها علاقة تقويم الاسنان او امور الها علاقة بالجيوب الام العيون التهابات العيون الصداع حتى الجلطات الدماغية بالفترة هاي بتزيد حتى الالام الحركية اللي لها علاقة بالاسفل العنق او الام اسفل الرأس لها علاقة في هاي الموضوع عشان هيك في الفترة الماضي يمكن بقيت تشوفه بقيت اركز على الصداع على الشد العصبي على التوتر على الاكتئاب هاي كلها لها اثارها من منطقة الرأس طيب الزهرة كوكب جمال والمريخ في مكان حساس واثنين زاوية تربيع معناته ايش يلو علاقة بالجمال في منطقة الرأس هو سلبي عشان هيك منقول احنا بالفترة هاي طالما من هون انتقال الزهرة اللي هو لما ينتقل من مكانه لبرج الاسد حاولوا عمليات التجميل اللي لها علاقة بالوجه تبعد عنها نهائيا لانه نسبة الخطأ فيها او نسبة الاضرار فيها او المضاعفات بتكون اكبر نسبة عمليات التجميل اللي لها علاقة بالاسنان عادة ما بتيجي مرضي مثل ما انت بدك علاجات الرأس بالفترة هاي بتكون دائما فيها نوع من انواع المشاكل يعني بتاخذ وقت لحديث ما انها تعطي النتيجة الايجابية هاي هي منخص الامر يعني الامر مش امر يعني ما الو ارتباط ولا امر معقد هي فترات معينة ما بتعمل نحكي انه اهمل او طنش والامور بترجع لا ما هو هاي كشفة عيوب موجودة عندك يعني ممكن انت عندك نقص فيتامينات معينة ممكن الزينك نازل ممكن الدم مخزون الدم ممكن الحديد نازل يعني برضو هاي سببت انه انت تكون عرضها لهذا الامر اكثر فعشان هيك حاولوا انكو انتو تستغلوا فترات معينة عشان فحصات الدم وتعرفوا النواقص عندكو في ايش والمشاكل عندكو في ايش اللي تعرفوا انتو كيف تعالجوها وبالنسبة للمسالك البولية ما تهملوها نهائيا وخصوصا الامور اللي لها علاقة بالالتهابات لانه احنا جايين عن فتر التراجع وهي فيها زيادة للالتهابات وفيه لها اعراض جانبية وفيه لها اثار مستمرة وطويلة المدى فعشان هيك ما تهملوا اي عرض لها علاقة بالتهابات المسالك او الافرازات او البرستاتة تحديدا عند الرجال فهدولا بدهم ينتبهوا لهاي الامور بشكل جيد ويراجعوا اطباهم يعملوا فحوصاتهم ياخدوا ادويتهم يرقزوا على امور الها علاقة في فيتامين اللي هي فيتامينات الزينك تحديدا اللي الها علاقة بمعادلة نسبة الهرمون او الافراز تبع البرستاتة وبرضه بتعطيك طاقة لمعالجة التضخم في البرستاتة هاي واحد امور اللي الضعف الجنسي هاي الها علاقة اما تضيقات في عملية التروية الدم او الها من البرستاتة نفسها او بكون عندك ضعف في قوة تدفق الدم قوة الدم نفسها او ايشي اللي علاقة بالهرمونات فعشان هيك بتطلب منك مراجع الطبيب مختص عساس تعرف الضعف عندك او السبب اللي هيج الامر وخلاك عرضة لهاي الامور ايش هو هيك انا حبيت ان اشرحلكوا ايها بمقدمة سريعة على اساس انكو تفهموا كيف هاي الامور احنا منحللها وكيف الامور هاي احنا منصل لنتيجة وبرضو تستفيدوا منها كدرس واللي بيعاني من هاي الامور ما يتخوف بشكل كبير يعرف انه هاي اثار على مجموعة يعني على ناس كثار بتطلب بس الانتباه منه والصبر والامور لحالها تلقائيا بعد فترة بتتراجع وايش انت تستخدم عشان انت تعالجها اما اني اجي اقولك والمريخ وهذا بدل على الناس الجريئين والمشاغبين وحاول انك تتصالح معاهم وحاول مش عارف تلبس شو اللون الاحمر عشان اللون الاحمر للمريخ وتعزز من طاقة المريخ وتروح تتصدق عن ناس او تعطف على الناس اللي عندهم مشاكل نفسية او بتعاطو هذا كل ياته ما الو علاقة في الموضوع احنا هنا بنشطح قاعدين في مسائل ما انه علاقة فيها احنا بناخد الامر علمي وطبي وعلاجه طبيا والفترات المناسبة للانتباه لالو طبيا وعلميا خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا توقعاتنا لليوم الثلاثاء واحد تسعة القمر موجود في الدلو لغاية ساعات ما قبل الظهر بعدين بده انتقل للحوت هو موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة اما بالنسبة للزوايا فعنا زاوية واحدة اليوم ما قبل خلو المسار هي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة اربعة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة لخلو المسار ما بعد الزاوية هاي مباشرة يعني الساعة اربعة وستة وخمسين دقيقة صباحا راح تبلش هاي الزاوية وراح تستمر لغاية الساعة تسعة واربعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش ظهرا وهذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة تسعة واربعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش ظهرا القمر بصير انتقل واستقر في برج الحوت وزي ما حكينا انه هو راح يكون في منزلة المقدم هي منزلة الخير والثبات والسلامة والمحبة وتأثير القمر لما بدخل على الحوت على كل الابراج بتلعب الناحية الروحية دورة بارز في حياتنا منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار او قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزو جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور او اقتناء ال التصوير اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية من الزوايا البطيئة زاوية ايجابية بين عطارد وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 10 و41 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج وهاي بتزيد حد الذهنك او الذهن والحدث النقدي وبمنحك حب للعدالة والاهتمام بالامور الغامضة بساعدك على تنظيم اعمالك وانجاح مشاعره بمشاريعك واتخاذ القرارات اللازمة اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في الحوت فخلو المسار القادم رح يكون يوم ثلاثة تسعة رح يكون في تمام الساعة 2 و33 دقيقة عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 8 و21 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لبرج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر القمر الان اكبر صار شبه المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 4 عصر بعد العصر الرابعة بعد العصر بتوقيت جرينش بصير 15 يوم نسبة الاضاءة بتصير 95% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في الدلو رح ينتقل للحوت زي ما حكينا في ساعات الظهر ورح يستمر فيه لغاية يوم ثلاثة تسعة المزاج سعيد عطارد في العذراء حتى يوم خمسة تسعة المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم ستة تسعة المزاج منتحس جدا يعني بصلى نسبة أربعين في المية انت حاستو المريخ في الحمل ليوم تسعة تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج يعني بميل متقلب ما بين السعادة والنحوس طول اليوم المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين تسعة المزاج منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم أربعة عشر واحد الفين وواحد وعشرين مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم أربعة عشر مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اللي بدنا نحكي عنه بدكتو اخذوه بعين الاعتبار اليوم طبعا لغاية ساعات الصبح تقريبا الأجواء بتظلها نشطة بمسائل معينة بظل في عندكو حماسة او استقرار بالوضع العام مش حني بطاقة عالية جدا ولكن اللي رح يصير انه في ساعات ما بعد ظهر القمر رح يوصل لبيت المتاعب وهاي فترة دائما بشعر فيها اي مولود بصل القمر بالبرج اللي قبله نوع من انواع الضغط والارتباك ونوع من انواع التوتر العصبية الخمول او الكسل اللي بصب عليه وفي ناس رح تشعر ببعض الاعراض الصحية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه على المستوى المالي تقريبا يعني في بعض الاهتمامات لبعض المسائل المالية ولكن الفترة هاي بتضغط بشكل سلبي على المصاريف او المطالبات او المتطلبات المالية اللي دائما بتجيب لك مردود ولكن مصاريفك بتكون اكثر وبصير عندك رغبي وشغف لصرف الفلوس اكثر او للتبذير فبدك تنتبه من هاي النقطة حاول انك تحد هذا الاندفاع وتسيطر على مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء ممكن يكون عندك بعض النشاط والحركة اليوم في اتصالات ولكن بالحركة بالحركة ضعيفة او قليلة الا عند الناس اللي طبيعة شغلهم تطلب منهم هذا الامر عند النقاشات والحوارات حاول انك تضبط اعصابك اذا عندك امتحان او مقابلة بدك تستعد بشكل جيد بفضل انك ما تبدأ باي مشروع او قرارات حاسمة بالفترة هاي مرضو ممكن يكون لك نوع من انواع التعامل مع اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت طبعا الزهرة وهنا بتسبب حدية عالية جدا او خلافات او يعني مشكلة بتمس العاطفة عندك لها علاقة بالبيت او باحد افراد العائلة او بنقاش او بحوار ممكن خلاف معين او تنزعج من تصرف معين حاول انك تضبط اعصابك اثناء تعاملك مع افراد العائلة وبرضو حاول انك تضبط اعصابك من اي حدث ممكن يكون عاطفي الو علاقة باحد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا على المستوى العاطفي بتحذيء نوع من انواع البلبلة صحيح الاجواء مش ضاغطة بالشكل السلبي ولكن انه ممكن تظهر بعض الحساسية العالية عندك فعشان هيك بدك تضبط اعصابك قدر الامكان ما في داعي للانفعالات ولا للتوتر ولا لا اختلاق المشاكل اليوم عشان جاي متقلب بشكل سريع فمنقول لك دير بالك من التوترات والنقاشات الحادي والمجازفات والمغامرات والمراهنة على الحظ اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء ضاغطة على مستوى العمل بتظهر بعض الامور اللي الها علاقة بالعمل او مشاكل او صعوب في انجاز بعض العمال بدك تركز بشكل جيد حاول انك انت تنجز اعمالك الضرورية والمهمة وحاول انك تساير الامور وتخليها بشكل روتيني افضل بدكوا تنتبهوا لصحتكم لان الفترة هاي بتحمل بعض التقلبات الصحية اللي بشعر باي اعراض غير اعتيادية يحاول انه يراجع الطبيبه اما بالنسبة للبيت السابع فهو على مستوى بيت الشراكي جيد وبيدعمك بعمل نوع من انواع التوازن الجيد ما بينك وبين الشركاء او تلاقيها على مسألة معينة ممكن يعني نوع من انواع الاهتمام او مسألة بتتعلق بالزوج او الزوجة او نقاش معين حاول بس انه ما تصدر قرارات اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الاموال المشتركة او امور الها علاقة بالبنوك ضريبة تامين او اموال الزوجة او اشي العلاقة بالامانات يعني انتحاط امان عند حد او مؤمن على فلوس او امور الها علاقة بالامور البنكية والضريبة والتأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فاتصلاتك طبيعية على حسب طبيعتك ما في اي تأثيرات لا سلبية ولا ايجابية فاتصلاتك وحواراتك او امور المدرسة او الجامعة او الدراسة العليا او الامتحانات يعني بتكون بدها تطلب نوع من انواع الاهتمام ما تغامر انك تهملها او تجازف بهاي الامتحانات وما تعتمد على الحضوض نهائيا يعني بدك تكون دارس ومستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا ما نقولك بدك تنتبه على السمعة حاول انك ما تعمل اي شيء يشوه سمعتك حاول تركز بشكل جيد ما تندفع ما تتهور ما تخالف القوانين ما تدخل بخلافات على مستوى العمل او علاقاتك مع زملائك او رؤسائك بالعمل حاول انك برضو انك تركز بشكل جيد على علاقاتك اما بالنسبة لبيتك 11 فالامور جيدة وبتدعم من علاقتك ما بينك وبين الاصدقاء ممكن يعني تظلها نشطة الامور لغاية ساعات الظهر بلقاءات او اتصالات او حوارات او مشورة ولكن من ساعات الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم ولعملكم حاول تنتبه لصحتك بشكل جيد لغذائك راحتك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة من وقت لا اخر وبرضو اهتم بواجباتك ممكن برضو يصير فيه نوع من انواع القلق او الاهتمام بصحة احد الاحبة او احد الوالدين برج الثور طبعا اليوم الاجواء تقريبا داعم للكم اكثر ولكن بتكوا تحاولوا تستغلوا الفترة هاي يابل ما يوصل القمر لبرج الحمل له بيت متاعبكم يعني بحقيقة هو بده اليوم ثلاثة الشهر لينتقل للحمل فحاولوا تستغلوا كل الواجبات والاشياء المهمة وضرورية تنجزوها بالفترة هاي لانها داعم للكم يابل ما يوصل لبيت متاعبكم اليوم النفسية احسن برضو عنكم قدرة للنشاط والتواصل ورغبة للتواصل مع المجتمع بشكل كبير او باللي حواليكو او بالاصدقاء او بالمعارف يعني الفترة هاي اجتماعية اما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي ممكن تظهر بعض المصاريف او المطالبات المالية او الالتزامات المالية او ممكن تهتم بدفعات او اقصات او قروض او اشي الو علاقة بالمال ولكن اهم اشي انك تقلل من مصاريفك ورغبتك الجامحة في امتلاك المال اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء هنا تدعم يعني شويفة على مستوى الاتصالات ولكن بيكون في لحظات تهور او تسرع او تحايل في اوصال المعلومة او الاقناع فعشان هيك بتكون تضبطوا عصابك اثناء الحوارات والنقاشات ما في داعي لتوجيه الاتهامات او كيل الكلام الجارح او اللي شوي ممكن يكون لاذع لانه اللي قبالك ممكن ما يستوعبه ركز في اثناء طرحك لانه ممكن تنفهم بشكل خاطئ اثناء تنقلاتك بدك تكون حذر واثناء اتصالاتك زي ما حكينا تكون لبق واثناء امتحاناتك بدك تكون مستعد اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية وبتعمل نوع من انواع تقارب ما بينك وبين افراد العائلة او ممكن اندماج بموضوع معين صحيح انه ممكن يصير فيه خلاف او يصير نقاش او عبئ معين او اعطال تهتم فيها خلال هذا اليوم ولكن اجمالا بتقدر تنجزها فيه اشخاص رح يهتموا بمسائل الها علاقة اما بتصليحات او ترميمات او عمال منزلية اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء قوية جدا خلال هذا النهار وهي بتعزز من التواصل ما بينك وبين الاحبة او الخروج لتغيير الجو او للرفاهية او لممارسة هواية معينة او حتى لامور الها علاقة بالتجميل ولكن الاهم انك تهتم بحالك بشكل جيد تهتم باحبتك وبرضو حاول انك انت تتقرب ما بينك وبين الابناء او ما بينك وبين الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل ممكن تظهر بعض التراكمات للعمل عندك او تشعر بضغط معين او تقصير في عمل معين حاول انك تبذل جهدك شوي حاول تركز حاول انك يعني شوي تتعاطى مع المسائل بطريقة يعمرني شوي بدون اي مشادات برضو على المستوى الصحي بدها شوية رقابة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الشراكي وحوارك مع الشريك الاجواء الروتينية ما بتحمل اي نوع من انواع المشاكل او المشادات صحيح انه ممكن شوي يكون في خلاف او حوار او نقاش ولكن سرعان ما بيمضي اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة برضو روتينية اهتماماتك بالاموال المشتركة او بالقضايا المالية او المسائل المالية او المؤسسات المالية تتعامل معها بشكل كامل على طاقتك ما في اي كواكب تأثر لا ايجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك بتنجز اما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بخلق نوع من انواع التوتر او الحوارات الصعبة او النقاشات الصعبة ما بينك وبين اشخاص اما اجانب او خارج البلاد او اشياء لها علاقة بامتحانات جامعية بتطلب منك تركيز او دراسة او امور الها علاقة بين نقاش او حوار سياسي او فلسفي او ديني في منك رح يهتم ببعض المسائل الدينية او التقرب الديني او روحاني اما بالنسبة للبيت العاشر الاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة طبعا القمر موجود لغاية ساعات الظهر حافظوا على انجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا اعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل في ساعات الظهر ابتنشطوا ما بين الاصدقاء ولقاء الاصدقاء والحوارات وممكن تسعد بلقاء صديق معين ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء معين خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك اتناعش فالاجواء تقريبا تحمل نوع من انواع الضغوطات على مستوى بيت السمعة فعشان هيك حاول انه بلشت الامور تضغط هاي بتخليك اما انك تتغيب عن عملك او تتأخر او مشاكل بالعمل او ما تقدر تنجز اعمالك برضو بتظهر بعض التقلبات على المستوى الصحي شوي ممكن تزعجك بعض المسائل اللي الها علاقة بالامور اللي ذكرناها في بداية الحلقة زي تساقط الشعر او امور الها علاقة بالالتهابات او المسالك البولية او القولون او الاشياء هاي بتكونوا حذرين راجعوا طبيبكم حاولوا انكم ما تهملوا الوضع الصحي ان ظهر شيء وخصوصا برضو الامور اللي الها علاقة بشد العضل او التوتر العصبي برج الجوزاء طبعا الاجواء رح تضلها داعم للكم تعطيكم طاقة كبيرة لغاية ساعات الظهر بيضل عندكم نشاط وحماسة لانجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم تنقلات رغبة بالتواصل بالاتصالات بالحركة مشحون بطاقة عالية جدا بالفترة هاي اهم شيء زي ما حكينا انه لساعات الظهر بعدين الامور بتصير ضاغطة ممكن تتوتر او تغضب او تنشحن بطاقة سلبية او تعصب بشكل مبالغ فيه فبدك تضبط اعصابك ما في داعي للانفعالات اما بالنسبة للبيت الثاني فهنا بضغط على المستوى المالي وهنا زي ما حكينا بخليك دائما هيكررناها اكثر من مرة في الحلقات الماضية انه انت فرصة لا اشخاص يعني مستغلين ممكن يستغلوك ماديا وممكن تتعرض للنصب او للاحتيال او توهيمك بمشروع معين او بمال معين او بدفعات او اي شيء له علاقة بهذا الموضوع او ارباح حاول قدر الامكان انك تبعد عن هاي الامور وتكون حذر من اي نصاب او محتال او مصاريف الزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فبتنشطه في امور الها علاقة بالاتصالات والحوارات والتنقلات وبكون لكو رغبة بالتواصل والاتصال وعندكو قدرة عالية على الاقناع ولكن ابعد عن التهور والقرارات المتسرعة وكون واضح بطرح المواضيع او بطرح الكلام عشان ما تنفهم غلط اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت فممكن تحملك نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين افراد العائلة ممكن تنجز بعض الامور الايجابية اللي لها علاقة بالبيت او العائلة ممكن تهتم ببعض التصليحات او الترميمات او المصاريف المنزلية او حدث منزلي معين بتطلب منك الاهتمام العالي اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي روتينية ما فيه اي شي لا ايجابي ولا سلبي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات ولكن مش بالشكل المبالغ فيه او الشكل الكبير يعني الشغلة بس بدها شوي التركيز وتحاول انك ما تهمل ما تبعد ما تقصر مع الاحبة وبرضو خلي اهتمام اليك بالاحبة او بالابناء او بالوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء بتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالعمل والها علاقة بالصحة ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة ممكن تسعى لعمل جديد او تحاول تقدم طلبات او اهتمام بناس تدعمك او تساعدك في انجاز بعض الاعمال خلال هذا النهار او حل مشكلة لها علاقة بالعمل على المستوى الصحي شوي بدك تراقب وضعك الصحي وخصوصا من ساعات ما بعض الظهر من بعض التقلبات او بعض الامور اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي ما في اي تأثيرات للكواكب فعشان هيك بتتعامل ما بينك وبين الزوج او الزوجة بطبيعتك او على طبيعتكم ما في اي تأثيرات نحكي من الكواكب ممكن تسوي هيك او تعمل هيك انتو اذا طبيعة العلاقة فيها ضعف فممكن اليوم تكبر المشاكل اذا كان فيها ايجابية ممكن تحمل نوع من انواع التوافق ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو بنرجع على عملية الضغط اللي الها علاقة بالاموال المشتركة اللي ممكن تخليك تجازف او تراهن او تغامر باموال غيرك او ترغب في اموال غيرك بالفترة هاي فحاول قدر الامكان ما تجازف وما تغامر وما تتهور في بعض المصاريف ممكن تظهر بعض المصاريف بالفترة هاي اللي الها علاقة بالبيت او الها علاقة بالصحة حاول أنه برضو تهتم بالمسائل المالية أو البنكية أو القانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود لغاية ساعات الظهر في بيتك التاسع بتظلها عندك رغب بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضايا إلى علاقة بالامتحانات أو الدراسة الجامعية أو دورات معينة أهم الأشياء اللي بتقدم لامتحانة أو مقابلة بدوا يستعد بشكل جيد في ساعات الظهر القمر رح ينتقل للبيت العاشر فهنا بتنشطوا في اتصالات أو أمور إلها علاقة بالسفر وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الإجتماعية وبرضو هاي بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالسمعة حاول أنك تحافظ على سمعتك برضو مناسبة بتصير لتقديم الطلبات ابتداء من بكرة يعني تقديم طلبات العمل أو السعي لعمل معين أو لإنجاز أعمال معينة وممكن واسطة لتساعدك في هاي الأمور أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا ما زال بيت الأصدقاء المريخ طبعا وهاي برضو منكررها إلنا فترة ديروا بالك من بعض المحتالين أو اللي بتقمصوا شخصية الأصدقاء بالفترة هاي اللي ممكن يغرروا فيك أو يورطوك أو يستغلوك في مسال معينة ممكن تدخل بخلاف أو نقاش أو تستاء من أحد الأصدقاء وبرضو هاي بتحمل نوع من أنواع الأشياء الإيجابية اللي ممكن أنك أنت اليوم تنشط في مسائل اجتماعية أو لقاء بعض الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أنت تنشط بأشياء لها علاقة بالوضع الاجتماعي أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتعطيك قدرة على إنجاز بعض الأعمال ولكن حاول أنك تركز على عمل واحد يعني ما تشغل حالك بأكثر من عمل مع بعض وبرضو بتعطيك نوع من أنواع الاهتمام على المستوى الصحي إلك أو لا أحد الأحبة ممكن رقابة صحية أو زيارة مريض أو مجاملة صحية برج السرطان طبعا الأجواء بيظل فيها نوع من أنواع الضغط لغاية ساعات الظهر بعدين الأجواء تتغير بشكل إيجابي بتشعر كل ما اقتربنا لساعات الظهر أكثر بتشعر بطاقة أكثر نفسيا وجسديا وما بتكون مشهونة بطاقة عالية جدا وبتبلش الحظوظ تيجي لعندك بشكل أكبر بتحس أنه فيه حماسة عالية جدا ورغبي لا تحرك بأكثر من اتجاه أو بأكثر من فكرة أو مشروع بخلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي شوي يعني بتأثر عليك بشكل سلبي خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو ضغط مالي معين حاول أنك أنت تبتعد عن المصاريف اللي ما إلها داعي في منك رح يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن المصاريف عالي جدا أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والإقناع والتسويق فممكن برضو تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة إما بالسيارات أو بالهواتف أو بالاتصالات أو أمور إلها علاقة إما بالدراسة أو الامتحانات الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة على هاي المسائل فحاول تستغلها بشكل كامل بس ما تبدأ مشاريع خلال هذا اليوم أو تبادر بمواضيع لا تنسى خلو المسار ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من النوع الإيجابي اللي بتدعمك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا بتحمل نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة رغم أنه ما في أي تأثير للكواكب ولكن على مستوى البيت أو العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين المسائل العائلية ممكن تظهر بعض المسائل كنقاشات أو حوارات أو جدال في مسألة معينة وممكن تستاء من تصرف أحد أفراد العائلة حاول تضبط عصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي ما في أي تأثيرات فبتتعاملوا مع الأحبة بطبيعتكم يعني بدون لا زيادة ولا نقصان على حسب الطبيعة وعلى حسب العلاقة ممكن اليوم يصير تواصلكم أو اهتمامكم بالأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ممكن يعني شوية تراكم بعض الأعمال ولكن مع ساعات الظهر القدرة على الإنجاز بتصير عالية جدا ورغبة بالتحرك أو إيجاد حلول لهاي الأعباء بتكون يعني ظاهرة أو بتظهر بتقدر من خلالها تستغلها ممكن يبادر بعض الأشخاص لمساعدتك أو لا إنقاذك أما بالنسبة للوضع الصحي فبتطلب منك بعض الرقابة وخصوصا لأشخاص اللي بعانوا من التحسس أو الأمور اللي إلها علاقة بالتنفس أما بالنسبة للبيت السابع فأنا منقول لك يعني حاول على مستوى الشراكة ابعد عن الحوارات والنقاشات الحدي وما في داعي إنك تفتح مواضيع قديمة ممكن تستاء من تصرف الشريك أو من إهماله أو من قراراته المتفردة اللي ممكن تزعجك خلال هذا النهار من ساعات الظهر تقريبا الأجواء بتصير إيجابية وبتعزز بعض النقاط والمصالحة والتراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تعطي اهتمام عالي على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك اليوم ممكن تتفحصوا حساب مشترك أهم شيء أنكم تمتنعوا عن أي قطوة مالية جديدة بخلال هاي الفترة يعني حاولوا تضبطوا عصابكم تضبطوا مصاريفكم ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات من ساعات ما بعد ظهر القمر طبعا بدوا ينتقل للبيت التاسع في هاي الفترة تنشطوا بأمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو مجالات الدراسة أو الدراسة أو الامتحانات أو مساء اللي بتتعلق بالسفر أو أشخاص خارج البلاد يعني فيه اهتمامات عالية بتكون على الأمور هاي حتى بحث ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدين أو إلها علاقة بالفلسفة أو حتى بمواضيع السفر أو ثقافة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة فما زال المريخ موجود وضاغط فعشان يكما نقول لك ما تجازف وما تغامر ما تشوه سمعتك ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تخالف القوانين وبرضو حافظ على سمعتك قدر الإمكان اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع النقاش أو الحوار ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل دير بالك أنه تحتد الأمور أو تعصب أو تنزعج من شيء معين حاول تضبط أعصابك لغاية ساعات ما بعد الظهر عشان الأجواء يصير شوي لصالحك وتقدر تستغلها لصالحك أكثر أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط ببعض المسائل الاجتماعية فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين وممكن تهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق بأحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء اليوم بيكون فيها نوع من أنواع الضغط وهي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر حاول أنك تنجز أعمالك وما تقصر فيها حاول أنك تهتم بزملائك ورؤساك والمعاونين حاول تهتم بصحتك وبراحتك وبغذاءك شوي برضو بتحمل نوع من أنواع التقلبات على المستوى الصحي بدك تهتم بشكل جيد وبرضو ممكن يكون القلق على صحة أحد الأحبة أو موضوع بتعلق بأحد الأحبة برج الأسد طبعا اليوم القمر رح يتحرك من المقابل ورح يروح على البيت الثامن بتخف شوية الضغوطات مش بشكل كبير ولكن الاهتمام رح يصير اهتمام مالي أو فكري أكثر أو دراسة أو بحث أو تاريخ أو ماضي يعني رح تهتم فيه فأهم شيء أنك تسيطر اليوم برضو على انفعلاتك لأنه لسه القمر موجود في مكان يعني يعتبر في درجات المقابلة فعشان هيك بضغطك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم رح تبادر في بعض المسائل المالية أو الاهتمام بوضع مالي معين ممكن تبحث عن دعم أو وسيلة لتحسين وضع مالي معين شوي الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية برضو بتضغطك بالمصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو أشياء لها علاقة بالقروض أو الديون أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء داعمة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل يعني بتعطيك ثقة عالية برضو سرعة البديهة موجودة قدرتك على معالجة وحل بعض الأمور واضحة تماما لكن بدها شوي التركيز منك وبدها نوع من أنواع الاهتمام بشكل جيد وحاول أنك تعرف كيف توصل الرسالة لأنه شوي الأمور ممكن تنفهم غلط أو تضغط عليك بشكل سلبي أثناء تنقلاتك وحواراتك حاول تضبط عصابك وإذا عندك امتحان لا تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت صحيح ممكن تظهر خلاف أو نقاش أو أعطاء المنزلية ولكن إجمالا عندك قدرة للتجاوب معها أو معالجتها أو الاهتمام فيها ممكن تظهر بعض المصاريف البيتية أو الأمور العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى الأمور العاطفية شيئا ما أفضل من الأيام الماضية مرضو بتخلي في نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين الأحبة أو رغبة بالتقرب بأحد الأحبة ممكن يجي رغبة لممارسة هواية معينة أو الترفيه أو أمور لتغيير الجو أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بمساعدة أحد المعاونين وممكن تهتم بمسألة إلها علاقة إما بعمل جديد أو استعداد لأنه كان بتعمل أعمال عشان تستعد إلى الضعف أو الضغط اللي ممكن يجي الفترة القادمة عشان هيك ممكن تنشغل بكثير من الأعمال خلال هذا اليوم أما بالنسبة للوضع الصحي فما زالت الأمور شوي بتعمل نوع من أنواع التقلبات الصحية أهم شيء يمكن تدير بالك من بعض التراجعات الصحية وخصوصا على مستوى الصدر وأمور التنفس وحتى الأمور الجلدية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى بيت الشراكة بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشركاء أو ما بينك وبين الأزواج فممكن تحمل مصالحة أو تقارب الجواء تقريبا من ساعات الظهر يعني بظل لغاية ساعات الظهر بين صبق اهتمامكم حول تعزيز شركاتكم وخصوصا علاقتكم مع الأزواج أو شركاء المال من ساعات الظهر القمر رح يصير في البيت الثامن هنا بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أو الأموال اللي ما بتعود لك فممكن تهتم ببعض المسائل لدعم أو قرض أو أمور بنكية أو أمور تسوية أو مطالبات مالية أهم شيء أن الفترة هاي بتظهر بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بالبيت أو أحد أفراد العائلة أو مصاريف استشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فمزالت الأجواء ضاغطة على مستوى أمور إلها علاقة بأشياء خارج البلاد إما من أجانب أو أشخاص مقيمين خارج البلاد أو استياء من اتصالات معينة أو اتصال ممكن يزعجك أو امتحان يجيك بشكل مفاجئ فيوترك بشكل كامل أهم شيء إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تستعد بشكل جيد وتنتبه أثناء تنقلاتك بالسيارة على الشوارع المفتوحة ممكن تكون لك رغبة في أمور إلها علاقة بالسفر أو تندفع باتجاه شيء إلو علاقة إما بموضوع أو نقاش أو حوار شوي تحتد فيه أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا نقدر نحكي إنها متقلبة فما زالت الأجواء بتحمل نوع من أنواع التوتر فما يقول لك ما تجازف ما تغامر ما تتهور ما تخالف القوانين حاول أنك تنجز كل أعمالك بوقتها وارضو أنت بفترة فيها قابلية لتشويه السمعة فبدك تنتبه من أي شيء بشوه سمعتك حاول تفرغ حالك بشكل جيد لعملك وعلاقتك مع زملائك أو رواساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيدعمك على مستوى الصداقات فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء أو تعارف على صديق جديد أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة بشكل كبير يعني بيت المتاعبك فهاي بتأثر على أمور إلها علاقة بالعمل أو تراكم عمل أو عمل كثير بيكون بحاجة للتفرغ أو للإنجازات العالية أو التعب الجسدي لإنجازه وبرضه بتعطي أشياء صحية على مستوى زي ما حكينا الصدر المسالك البولية وأمور الشعر أما بالنسبة لوضع الصحي العام ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو تساعد أحد الأحبة بعلاج معين برج العذراء طبعا القمر اليوم رح يتحرك وصير مقابلك تماما فعشان هيك بتطلب منك تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية حاول تركز وتسيطر على إنفعالاتك قدر الإمكان حاول أنك تضبط عصابك ما في داعي للتهور أو للعصبية أو للحدية بالفترة يعني هاي الفترة في قابلية لإصدار قرارات متسرعة ممكن أنها تكون نتائجها وخيمة أما بالنسبة للبيت الثاني فتقريبا الأجواء يعني بتدعمك على مستوى الأمور المالية أو ممكن تظهر بعض المصاريف يعني بمعنى إنه الداخل عقد اللي طالع فعشان هيك ممكن تجيك بعض الفلوس أو دعم أو من عمل إضافي أو مستردات مالية ولكن في عليك مصاريف ومتطلبات ودفعات ممكن شوي تكون مرهقة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فبتنشطوا بالاتصالات والحوارات والتواصل والإقناع بس إنه حاول إنك ما توجه انتقاد ما تكون لاذع بالكلام ما في داعي للمجازف أو المغامرة خلال هذا النهار اللي عنده امتحانة وعنده مقابلة يبدو يركز بشكل جيد وحاول تضبط عصابك أثناء الحوار مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما في أي تأثير بالعكس الأجواء روتينية يعني بتتعامل على حسب طبيعتك إذا كنت أنت من الأشخاص الهاديين فالأجواء جيدة وداعمة إذا كنت من الأشخاص اللي مخهم صعب فممكن اليوم تختلق أي مشكلة بأي سبب إلا علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الوضع ضاغط جدا وخصوصا من البيت الخامس خصوصا له الجدي لأن الزوايا اللي موجودة فيه الكواكب هاي كلها اللي بتتراجع فسهل جدا أنك تختلق مشكلة أو صير مشكلة ما بينك وبين الحبيب بسرعة وتتطور الأمور لأعلى درجاتها حاولوا تضبطوا عصابك وقدر الإمكان ما توجهوا انتقاد أو لوم ولا قرارات حاسمة عشان الأمور ما تدخل أو يعني مكان صعب الرجوع منه في الفترة هاي ما تجازفوا بحضوظكم لأنه الوضع مش مساعد أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى أمور العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وواصلوا عمل بدأتهم فيه من قبل وما تبادروا بعمل جديد طبعا هذا الأمر رح يظل لغاية ساعات الظهر بالشكل هان بعدين القمر رح ينتقل لبيت الشراكة فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم والتقرب مع الشركاء أو التراجع عن قرار سابق أو ممكن مشكلة أو خلاف كان ما بينك وتحاولوا تعالجوها خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تعترف بخطأك أو إذا ما بدك تعترف أقل ما فيها صلح اللي انت خربته يعني الأجواء بتساعد على المصالحات والتراجع عن قرارات سابقة أهم شيء تبتعد عن الكلام اللاذع والجارح وإصدار الأوامر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأمور المالية المشتركة فممكن تنتبه لبعض المسائل اللي إلها علاقة بالقروض أو الديون أو الالتزامات وممكن تكثر عليك بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما في البيت أو إلها علاقة بالعائلة يعني الأمور بدها نوع من أنواع الاهتمام والانتباه ما في داعي للمجازف ولا للمغامرة ولا للدخول بمشاريع شوي ممكن تكون صعبة أما بالنسبة للبيت التاسع فهي شوي تعطيك نوع من أنواع الاهتمام بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأجانب أو يعني أشخاص مثلا في مؤسسات تعليمية أو ثقافية أو ممكن دورة معينة أهم إش إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للموضوع القضايا فدير بالك تهم القضية معينة فتنحسب عليك أو تكون مش لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني على مستوى بيت السمعة جيدة برضو على مستوى العمل جيد ومسيطر عليها ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بعمل أو زملاء عمل أو رئيسك بالعمل أو تهتم بإمجاز بعض الأشياء اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية اللي إلها علاقة برضو بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم يعني عندك رغبة وما عندك رغبة يعني ممكن تسعد بلقاء الأصدقاء أو التواصل أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو جمعهم حولك أو مثلا رفقتهم في مسألة معينة ولكن بتحمل نوع من أنواع الإنزعاج من تصرفات لبعض الأصدقاء اللي ممكن توترك وتعصبك وتخليك شوي يعني متقلب المزاج أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء على مستوى بيت المتاعب هاي برضو تضغط بشكل سلبي الأجواء مش مساعدة بما أنه القمر موجود مقابلك تماما فعشان يبدأك تنتبه لغذاءك راحتك صحتك التقلبات اللي ممكن تصير على هذا المستوى وبرضو ممكن أنه شوي يتراكم عندك إما عمل أو موضوع صحي بتعلق بأحد الأحبة اللي بتطلب منك الاهتمام للزيادة أو المراجعات الطبية أو زيارة مستشفى أو إجراء عملية برج الميزان الأجواء رح تظلها دعمة معاك ومن الآن لغاية ساعات الظهر يعني رح تحس أنه في طاقة أو في يعني طاقتك لسه موجودة ورغبتك بالتحرك وبالتنقل وبالاتصالات بالاهتمامات الشخصية اهتماماتك بحالك أو التجميلية أو الترتيب يعني بتكون موجودة وبقوة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر الأجواء بتنعكس شوي فيها نوع من أنواع التشاؤم أو الاكتئاب أو الضغط معين أو بتتعركس بعض الأمور وممكن تلتغي بعض الأمور يعني في آخر لحظة أو أنت تلغيها أو هي تلتغي لحالها أما بالنسبة للبيت الثاني فبعض كل يوم رح يهتم ببعض المسائل المالية ممكن بساعات ما بعد الظهر يعني تحصلوا بعض المكاسب اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنك تقللوا من مصاريفكم قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بيدعمكم على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والتواصل فممكن تنشطون ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالإقناع أو التسويق أو الدفاع عن ذاتكم الأهم تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبتعد عن الكلام الجارح خلي كلامك مفهوم عشان ما تنفهم غلط في منك رح يهتم بمواضيع إلها علاقة بسيارة أو بتليفون أو بأمور إلها علاقة بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو شوي بيجيب شوي الضغوطات على مستوى البيت أو بيجيب وضع صعب على مستوى البيت خلال فترة هاي أو موضوع ممكن يحيرك أو يخليك طرف في هاي المشكلة يعني في وضع شوي عائلي ممكن شوي يكون في بعض الحساسية الأجواء مع ساعات الظهر بتصير إيجابية بتقدر تحلها وتعالجها أو تهتم بحلول لإلها أو تحاول تتواصل مع أفراد العائلة إما للتقرب أو لحل هاي المشكلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي دعم مع كل غاية ساعات الظهر فبتظل العاطفي قوية عندكم وبميل أحبائكم للتجاوب معاكم من ساعات الظهر تقريبا القمر بصير في السادس بيتك السادس فعشان هيك بتكن تنتبهوا لصحتكم وخصوصا في ساعات الظهر وتنتبهوا لعملكم لصحتكم ممكن تتراكم بعض الأعمال ممكن يصير خطأ في عمل معين أو عطل معين فيطلب منكم الاهتمام العالي ويسأل أهم تنتبهوا للصحة والتقلبات الصحية اللي ممكن تحدث بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأجواء على مستوى الشراكي اللي هي ما بين شراكة المال والأزواج الساع لسه فيها نوع من أنواع الحدية فعشان هيك شوي بدك تضبط أعصابك حاول أنك ما تكبر الخلاف ولا النقاش ولا الحوار ولا تدخل في مجادلات الأجواء ما بتساعدك وما بتدعمك في الفترة هاي فممكن هاي تسبب مشكلة يعني تستمر لفترة فبدك تضبط أعصابك وابتعد عن المشاحنات والقرارات أما بالنسبة للبيت الثامن فهو يعطيك اهتمام على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم بمسائل إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين أو مسائل إلها علاقة بمعض الأمور اللي بتطلب منك الاهتمام زي أموال الزوج أو الزوجة أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات المالية أو مشاكل إلها علاقة بالميراث أو بأمور النفقة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو يعني بخلي اتصالاتك تقريبا روتينية طريق التواصلك واتصالك وحوارك مع أشخاص خارج البلاد على طبيعتكم ممكن تهتم ببعض المسائل العلمية أو دراسة أو بحث أو امتحانات أو أشياء إلها علاقة بجامعة ولكن تطلب منك التركيز وما تعتمد على الحظ نهائيا رغبة بالسفر أو بأمور إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد بتكون عالية وبرضو أمور إلها علاقة بالقضايا القضائية ممكن تكون يعني إلها بعض الحسم أو بعض التطورات بالفترة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة الروتينية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم أهم إش إنكم ما تشوهوا سمعتكم حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مكان العمل وعلاقتكم بزملائكم وعلاقتكم بالمسؤولين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء وهي يعني دعمها قوي لدرجة إنه ممكن يكون لك بعض الاهتمام ببعض الأصدقاء ممكن تواصل لقاء ممكن يعني شوي هيك تحل مسألة أو مشكلة أو تكون أنت مستمع أو تعطي نصائح لبعض الأصدقاء في بعض المسائل ممكن اليوم تنجز بعض الأمور وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء تسعد فيه مع بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا عطارد والشمس ما زالوا في بيت المتاعب فعشان هيك من قل لك بدك تضبط أعصابك حاول تنجز عمالك ما تخليها تتراكم انتبه لصحتك بشكل جيد ما في داعي للمجازفات أو المغامرات بالفترة هاي وبرضو بتحمل نوع من أنواع القلق إما على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا الأمور رح يظل فيها نوع من أنواع التوتر وتقلب بالمزاج أو الحدية أو العصبية في بعض الأوقات لغاية ساعات الظهر بعدين تلاقي اللطاقة الإيجابية صارت ظهرة أكثر ممكن تطلع من الجو اللي أنت فيه أو ترغب في نوع من أنواع التغيير ممكن تبادر بعمل شيء معين يساعد بتعديل مزاجك زي الأمور التجميلية أو الاهتمام بنفسك أو بلباسك أو حتى بأمور عاطفية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا روتينية على المستوى المسائل المالية ما فيه أي شيء جديد أعمالكم نشاطاتكم مشترياتكم مصاريفكم كلها هاي الأمور بتتعاملوا فيها على حسب الطبيعة عندكم صحيح أنه بتحمل نوع من أنواع الضغوط أو المصاريف المنزلية أو العائلية ولكن إجمالا عندك قدرة لا إدارتها لأنه ما فيه أي تأثير للكواكب عليها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ضاغطة ما زالت العصبية وردات الفعل موجودة فعشان هيك بدكوا تضبطوا عصابكم قدر الإمكان الأجواء متوترة وسرعة الغضب عندكم عالية جدا من ساعات الظهر بتبلش تخف الضغوطات هاي بشكل واضح بتساعدكم على إنجاز بعض الأمور وبرضو بتساعدكم على حل بعض الأشياء اللي كانت صعبة إما بالتسويق أو بموضوع سيارة أو موضوع تلفون أو امتحان أو مقابلة برضو في منكم رح يكون له اهتمام بأحد الإخوي أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الظهر بتكونوا تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم ابتعدوا عن الخلافات والنقاشات الحادة مع العائلة أو أفراد البيت أو التدخل في مسائل ما بتعنيكم حاول تبعد عن فرض الرأي والأوامر والتسلط بالفترة هاي يعني شوي عندك رغبة أو دافع داخلي للتوجه على هاي الأمور أو ممكن الظروف اللي حواليك هي اللي تجبرك إنك تتصرفيك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا من ساعات ظهر القمر بصير في البيت الخامس اللي هو أقوى بيت بالهيئة الفلكية فبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم ممكن تبادر لأمور عاطفية أو هيواية معينة أو تجميلية أو أمور إلها علاقة بالترفيه أو النزوات بالفترة هاي أهم مش إنك تستغلها لتعويض الأحبة بلقاء أو تواصل أو اهتمام وخاصة الأبناء والوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني بتراكم بعض الأعمال أو بتجيب صعوبة في الأعمال أو ما بتمشي الأعمال بشكل سهل إلا يظل في خلافات أو نقاشات أو حوارات أو ظهور بعض المتاعب فحاول تنجز أعمالك بوقتها ما تتغيب ما تتأخر ما تدخل بأي نقاش أو حوار عصبي وبرضو اهتم للصحة وخصوصا لغاية ساعات الظهر من بعض التقلبات اللي ممكن تكون ظاهرة أو بعض التعب أو الشعور بشيء غير اعتيادي أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا البيت السابع شوي بساعد بعض النقاط للتقارب ما بينك وبين الشركاء صحيح أنه في خلافات أو سهل أنه يثار خلاف ما بينكم وخصوصا ما بين الأزواج إلا إذا أنت بتقدر تضبط أعصابك بالفترة هاي وردات فعلك فأعرف أنه الأمور بتمشي بشكل جيد وقوي جدا فعشان هيك بدك تهتم بشكل جيد على مستوى الحوار واهتموا بصحتكم بشكل مبالغ فيه يعني بمعنى أي عارض جانبي حاولوا أنكم تهتموا فيه بشكل واضح الفترة هاي بتكوا تنتبهوا على مسألة يعني لازم أنوه عليها أنه الفترة هاي بلشتوا أنتوا في مرحلة اللي هي مرحلة زيادة الوزن اللي بتيجي بشكل مبالغ فيه وسريع فعشان هيك الرغبة والشراها للأكل وخصوصا الأشياء اللي بتيجي مش بوقتها بتيجي بشكل كبير يعني رغبة وشهية عالية فتنتبهوا لزيادة الوزن أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا داعمة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تحصلوا بعض المكاسب أو الديون خلال هذا النهار أو أشياء كانت معدومة وممكن تجدوا بعض الأمور اللي كنتوا فاقدينها وممكن يكون لكوا بعض الاهتمام بإشيء له علاقة بالماضي أو ذكريات أو قصص قديمة أو روايات مثلا أو أشياء من هذا القبيل أهم شيء أنك تضبطوا أعصابكم من التقلبات النفسية أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء تعطي رغبة بالاتصالات أو شغف بالاتصال مع أشخاص خارج البلاد أو أمور سفر ولكن تضبطوا أعصابكم من التعاطف للزيادة أو الاستغلال أو تستغلوا بأمور العلاقة إما بالدراسة بالعمل بالقضايا القضائية بأمور إلها علاقة بالتوهيم تتوهم أمور أو بالامتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة جيد تتعاملوا على حسب طبيعتكم على مستوى السمعة والعمل على مستوى بيتك 11 ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء بالفترة هاي بشكل كبير بالنسبة لبيت المتاعب ما في أي تأثيرات لا سلبية ولا إيجابية ولكن بتحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أو على أحد الأبناء ممكن شوي تشعر ببعض التقلبات الصحية أو بعض التعب الصحي برج القوس طبعا بتظل الأمور جيدة بتظلك مدعوم بطاقة إيجابية ورغبة بالتحرك وعندك سرعة بديهة معنوياتك مرتفعة ولكن بدك تحذر أنه في ساعات الظهر شوي الأمور هاي رح تتراجع شوي رح تشعر بنوع من أنواع الاكتئاب أو الرغبة بأنك تروح على البيت أو تظلك في البيت أو تتواصل مع أفراد العائلة يعني نوع من أنواع أنها بتخف حدية الطاقة اللي كانت موجودة عندك شوي فعشان هيك بدك تنتبه من تقلبات المزاج لأنها هي بتسوي عندك شوية خلل الخلل هذا ممكن يظهر على شكل خلاف نقاش حوار عصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتساعدك على بعض المسائل البنكية أو المالية وخصوصا من ساعات اللي هي بنقول ما بعد الظهر ممكن يجيك عمل إضافي أو تحصل على مكسب أو مستردات أو غبات أو دعم مالي معين يحسن من الوضع بشكل إيجابي حاول تستغل الأمور المالية بشكل إيجابي ولكن حاول تبتعد عن المصاريف لأن المصاريف بالفترة هاي بتكون يعني شوي فيها نوع من أنواع لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فزي ما حكينا أنه الأمور نشطة لغاية ساعات الظهر ولكن اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد اللي عنده تواصل مع أخ أو جار بده يضبط أعصابه أثناء تنقلاتك بالسيارة بدك تنتبه ممكن يصير عطل أو اهتمام بموضوع العلاقة بالهاتف أهم إشي أنه تسيطر على انفعلاتك وعصبيتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى البيت وبتعمل تقارب لأن القمر رح يصير من ساعات الظهر في بيت البيت بشكل زاوية تربيع معاك فعشان هيك بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية وممكن تهتموا ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالعيلة زي تصليحات ترميمات ممكن مشكلة خلاف نقاش حوار يعني بتكون تضبطوا أعصابك وقدر الإمكان وما تنفعلوا وما تتوتروا أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء ضاغطة وحدة على مستوى العاطفة وهاي شوي ممكن تسبب لك اليوم خلاف أو نقاش أو استياء من تصرف الحبيب ممكن اليوم ما تقدر تسيطر على ردات فعلك فتطلع منك كلمات جارحة ولاذعة فممكن اليوم يزعل منك الحبيب أو تزعل أنت أوصر في خلاف ما بينك حاولوا تضبطوا أعصابك وقدر الإمكان ما في داعي لتكبير المسائل ممكن تستاء من تصرف ومن إهماله ممكن شوي هيك تكون حاقد ناقم فبدك تنتبه من هاي الأمور أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل ممكن تظهر بعض الضغوط أو مشاكل أو خلافات أو نقاشات أو صعوبة في إنجاز بعض الأعمال وممكن يبادر بعض الأشخاص لمساعدتك أما بالنسبة للوضع الصحي فبدك تنتبه من بعض التقلبات المفاجئة اللي ممكن يتأثر عليك صحيا ونفسيا أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني روتينية على مستوى بيت الشراكي فبتتعاملوا بين بينك وبين الشركاء أو ما بينك وبين الأزواج بشكل روتيني على حسب طبيعتكم وعلى حسب علاقتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فديروا بالكم من النصابين والمحتالين والمغامرات المالية وخسارة المال بالفترة هاي ما في داعي للدخول بمشاريع بدون دراسة وبدون استشارة وبدون بحث دقيق عندكم رغبة جامحة لا تهور بالفترة هاي ديروا بالكم من المجازفات المالية حافظوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أو النصابين اللي ممكن يستغلوكم أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع يعني بعطيك رغبة لغاية ساعة الظهر بالاتصالات والحوارات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو البحث عن مسائل علمية أو ثقافية بالفترة هاي لكن اللي عنده امتحان زي ما حكينا خصوصا امتحانات جامعية بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ اللي عنده قضية قضائية ما لازم يهملها بالفترة هاي لأنه راح تسبب لك نوع من أنواع الضغط أو تطور يكون مش لمصلحتك أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الشمس وعطارد موجودات في بيت السمعة بيعززوا سمعتك ولكن ما في داعي للمجازفات والمغامرات هاي جيدة للعمل أو عمل جديد أو لتطوير العلاقة ببابينك وبين زملائك ورؤساك بالعمل الفترة هاي إذا استغلتها بشكل صح يا بتعطيك منصب عالي وبتشهرك يا إما بتجيب لك فضيحة وبتدمرك أنت اللي بتختار بالصح أو أنت اللي بدك تستغلها صح أما بالنسبة طبعا لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقائك فممكن تنشط بدعوة أو لقاء أصدقاء أو يتوجه لك دعوة أو حوار مع صديق معين لحل مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا تضغط على مستوى العمل بتجيب بعض الأعباء أو الأعطال أو الضغطات اللي بتطلب منك اهتمام زيادة ما تهمل عملك ما تهمل صحتك ما تهمل راحتك وبرضو في نفس اللحظة تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو الخوف من أشياء قادمة بالمستقبل يعني إذا يصير في عندك رهبة من أشياء مستقبلية انتبه ما تخليها تأثر على نفسيتك وعلى أفكارك برج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء أحسن ورح تتحسن أكثر كل ما اقتربنا لساعات الظهر رح تحسنه في طاقة أكثر ورغبة أكثر وعندك قدرة على إنجاز أمور كثيرة وممكن تتبرع بأمور اليوم إلا علاقة بالحركة والنشاط والاتصالات بشكل عالي جدا فعشان هيك حاول تستغلها من ناحية إيجابية وتحاول تنجز أمورك بشكل إيجابي بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بدكوا تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وخففوا من النفقات الفترة هاي صحيح فيها نوع من أنواع الاهتمام ببعض المسائل المالية وخصوصا لغاية ساعات الظهر ممكن تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية أو دعم مالي معين ولكن تظهر بعض المصاريف أو الأعباء أو القلق من وضع مالي معين أما بالنسبة لا ساعات ما بعد الظهر القمر رح ينتقل للبيت الثالث فبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والرغبة بالتواصل عندكم قدرة للإقناع عالية برضو سرعة البديهة عندكم عالية جدا وقدرة على التسويق وأقناع الغير بوجهة نظركم برضو بتكون عالية جدا ولكن بتكون تضبطوا أعصابكم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت اليوم تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات أو الأشياء المربكة اللي ممكن تظهر على مستوى العائلة أو أشياء لها علاقة بأعطال منزلية فحاول تهتم فيها ممكن تكون بعض المصاريف لزيادة أو المتطلبات يعني اللي تكون مرهقة شوي جسديا أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة وهاي بتعزز من لقاءكم أو تواصلكم مع الأحبة وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الظهر بتصير أكثر وأكثر بتصير في رغبة للتواصل مع الأحبة أو الاهتمام التجميلي أو الاهتمام بلباس معين أو باهتمام بهندامك أو بأحد الأحبة لأجواء إيجابية ودعمة حاول تستغلها للتراجع عن قرارات سابقة أو لمصالحة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني شوي روتينية على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم بعمل كان صعب شوي أو بنشاط فكري حاول برضو أنك تهتم بصحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأجواء تحمل نوع من أنواع الاستياء أو التحسس أو الحساسية العالية أثناء تعاملك إما مع شركاء المال أو مع الأزواج فحاول قدر الإمكان ما تخلي هاي الحساسية تضغط عليك بزيادة وتكبر الأمور وتكبر الخلاف يعني بدك تضبط تقلباتك النفسية وردات فعلك السلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على مستوى الأموال المشتركة فبتهتموا فيها على حسب طبيعتكم اللي القروض والديون والالتزامات وحتى المصاريف البيتية والعائلية أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات المالية كلها هاي بتهتموا فيها على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بيحمل لك نشاط عالي جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الرغبة بالتواصل مع أجانب مثلا أو مؤسسات تعليمية زي جامعات مراكز معاهد ثقافة البحث عن لغة أو ثقافة معينة الاهتمام بدراسة معينة مثلا حتى على مستوى القضايا القضائية والاهتمامات السياسية عالية أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة جيد بيدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم فممكن تعزز أمور إلها علاقة بالسمعة أو تدافع عن سمعتك أو حتى تعزز أمورك على مستوى العمل ممكن تهتم بأحد الزملاء أو أحد رؤسائك بالعمل أو تتقارب انتويا أو حتى ممكن تسمع كلام يعني شوي يكون فيه نوع من أنواع الإيجابية ولكن لا تهمل عملك لا تتأخر عن عملك وحاول ما تدخل بخلافات أو نقاشات حدي أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يدعمك على مستوى علاقاتك يعني ممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط ببعض المسائل الاجتماعية اللي تعزز من بعض الأمور اللي تقارب ما بينك وبين أصدقائك فممكن يبادر بعض الأصدقاء بمساعدتك في مسألة معينة أو حتى تنشط بمور إلها علاقة ما بينك وبين الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما فيها أي ضغوطات فعشان هيك بتقدر تنجز أعمالك حاول تنتبه بس لراحتك ممكن يعني تظهر بعض المسائل الصحية شوي بس مش بشكل كبير الأهم أنه ممكن تحمل هاي الفترة قلق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا الأمور جيدة نفسيا شوي مشحون بطاقة إيجابية بتعزز من قدراتك خلال هذا النهار عندك رغبة للتحرك للتواصل للاتصال عندك نشاط فكري عالي جدا نفسيا أنت مرتاح أكثر لأن القمر موجود عندك وبرضو بدي انتقل للحوت في ساعات الظهر هذا الإشي بدعمك بشكل أكبر وبرضو بعزز نقاط إيجابية كانت صعبة أنك تنجزها بالفترة الماضية فعشان هيك اليوم أنتوا عندكم نشاط عالي ممكن تبادروا في عمل جديد وحاولوا أنه يعني اتراقب الأمور تبعدوا عن خلو المسار حاولوا تواصلوا بس ما بدأتوا فيه من قبل من عمل في ساعات الظهر بتنهمكوا في أمور العلاقة في البيت الثاني اللي هي الأمور المالية ممكن مصاريف أو ضبط ميزانية أو ممكن مكاسب مالية أو تفكير في سداد أو اهتمامات مالية شوي كانت ضاغطة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني بتعطي عصبية وحدية في بعض الأوقات أو توتر نفسي عالي أو عصبي اضبطوا أعصابكم ما في ذاع للتسرع ولا للإنفعال أثناء تنقلاتكم اتصالاتكم حاول توصل الرسالة بدون ما تعمل التباس اشعر بغيرك يابل ما تشعر بنفسك عشان أنت ترتاح شوي إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بعزز علاقاتك على مستوى البيت وبعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة صحيح أنه ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الأعباء أو أعطال أو تهتم بصياني أو تصليح ولكن الشغلة بدها نوع من أنواع الاهتمام الزايد يعني ما 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 تهمل الأعمال المنزلية هاي أو يعني طنشها خلي الأمور تأخذ كل إشي يأخذ حقه أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا مع أحبتكم على حسب طبيعتكم ما في كوابك بتأثر عليكم فعشان يكي لا إيجابي ولا سلبي على حسب الطبيعة تاعتكم تتعاملوا أهم مش تخلوا في نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين الأحبة عشان الأمور تمشي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى الصحة ممكن تظهر بعض المسائل الصحية المعقدة أو يعني أشياء إلها علاقة بالسكري إلها علاقة بزيادة الوزن إلها علاقة بتساقط الشعر زي ما ذكرنا زي ما ذكرناها في بداية الحلقة هذولا كل هالأمور بدكوا تنتبهوا منها بشكل كبير بالفترة هاي لأنه عرضة لا تعب أو للأمراض الصحية حسب طالعكم طبعا أي أعراض جانبية حاولوا أنكوا تهتموا فيها وتراجعوا طبيبكم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الشراكي وهي بتعزز نقاط أو تلاقي ما بينك وبين الشريك صحيح أنها تحمل نوع من أنواع لإنزعاج من بعض التصرفات ولكن في قدرة لتجاوزها أو تصليحها بدون خلاف وبدون عصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تهتموا ببعض المسائل المالية المشتركة أو أمور إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين قروض ديون سداد التزام معين أمور إلها علاقة بالميراث بالنفقة يعني كل الأمور المالية المشتركة اللي هي الأموال اللي بتكون شراكة بينك وبين أشخاص هي اللي ممكن تأخذ أو تشغل فكرك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية ولكن بتطلب منك التركيز صحيح ما فيك تأثير كواكب بتطلب منك بس التركيز والدراسة والتحضير للامتحانات وللمقابلات وممكن يكون لك اهتمام لمسألة بتتعلق بالجامعة أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة بتعزز من سمعتك وعلاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل ولكن الأهم عدم المجازف ولا المغامرة ولا مخالفة القوانين بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة وبالدعم من علاقاتك مع الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء وممكن يدعموك بعض الأصدقاء في مسائل كان صعب إنك تحققها في الفترة الماضية هم اللي يساعدوك فيها حاول بس إنك تبعد عن الخلافات وما تهمل الأمور اللي ممكن تجيك من طرف الأصدقاء حتى لو كانت نصيحة أما بالنسبة لبيتك 12 فما زالت الأجواء ضاغطة بشكل نسبي من سبب التواجد الكواكب اللي موجودة في الجدي اللي هي بتأثر عليك على مستوى تعب صحي على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل مشاكل بالعمل عدم القدرة على إنجاز بعض الأعمال أو تراكم الأعمال بشكل مبالغ فيه وبرضو بتحمل نوع من أنواع القلق بصحتك براحتك بغذاءك حاول إنك تراجع طبيبك إن شعرت بشيء غير اعتيادي لأنه الفترة هاي أنا شايف إنه من موليد برج الدرو ممكن يكون لهم زيارات لمستشفيات برج الحوت طبعا الأجواء كل ما اقتربنا لساعات الظهر كل ما كانت النفسية بتصير أحسن وأحسن فبتتحسن الأجواء بشكل إيجابي بتشعر بطاقة إيجابية بتحسن الأجواء بيجيب لك أشياء كانت معطلة بالفترة الماضية تجدلها حلول أو اهتمامات بالفترة هاي وبتساعدك بتحقيق غايات كان صعب إنك تحققها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم تحمل نوع من أنواع الإنشغالات على المستوى المالي فممكن تظهر بعض المصاريف أو الضفعات أو الالتزامات أو توتر على وضع مالي معين صحيح إن الأجواء لسه ما أعطت الطاقة على المستوى المالي فعشان هيك بتكتراق بوضع كل مالي ما تغامروا ما تجازفوا ما تدخلوا بمشاريع أو بمجازفات مالية أو حدوا من مصاريفكم قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمكم على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات وبتعطيكم نشاط عالي كل ما اقتربنا لساعات الظهر تعطيكم رغبة بالتواصل وقدرة على الإقناع والتسويق ممكن يهتم بمسائل إلها علاقة إما بسيارات أو بالتليفونات أو بأحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا روتينية بتتعاملوا على حسب طبيعتكم فممكن تنجزوا بعض الأعمال المنزلية أو العائلية أو يكون بعض الأمور اللي تظهر بشكل مفاجئ خلال هذا النهار اللي تطلب منكم يا مصاريف يا اهتمام يا نقاش أهم شيء ابعدوا عن المشاكل العائلية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور ضاغطة جدا فعشان هيك لا تبالغ بحضوذك ما تجازف بحضوذك ما تحاول أنك أنت تجازف حتى بمغامراتك العاطفية بالفترة هاي حاول تضبط عصابك ابعد عن الخلافات والنقاشات ما بينك وبين الأحبة أي خلاف ممكن يتصاعد وتصل لما ارتبت القطيعة إذا ما كنت حذر بالتعاطي أو بالتعامل مع الأحبة الأجواء شوي مشحونة والأي علاقة ضعيفة عرضة للانفصال بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها على مستوى العمل ممكن تضغطك في مسائل الهلاقة بالعمل أو يتراكم عمل عندك فعشان يكي يتطلب منك نوع من أنواع الإهتمام صحيح من ساعات الظهر ممكن شخص يساعدك أو يبادر بعض الأشخاص بمساعدتك أو تجد حلول للعمل ولكن لغاية ساعات الظهر بدك تكون حذر أما بالنسبة للوضع الصحي برضو ما زالت الأجواء ضاغطة لغاية ساعات الظهر فعشان يكي أي تقلب صحي حاول تهتم فيه أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكة وبتعمل تقارب ما بينك وبين الشركاء إلا إذا طبعا أنتو اختلقت المشاكل فممكن يصير خلاف كبير أهم شانكو تحاول تتراجع عن قرارات سابقة الفترة هاي بتحمل أجواء لمصالحة أو لتقارب أو لحل خلاف معين أهم شي تركز برضو بشكل جيد ما في داعي للتسرع بإصدار القرارات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فهي بتحمل لك أشياء إيجابية على مستوى تحصيل مالي أو حل مشكلة مالية أو إشي العلاقة بالقروض بالديون بالبنوك بالميراث بالنفقة بمصاريف الزوجة بممكن أموال الزوج أو الزوجة يعني كلها هاي الأمور لها بعض الاهتمامات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو امتحانات الجامعية أو الدراسة الجامعية ما في أي تأثير للكواكب إنه نقول سلبي أو إيجابي أهم إش إذا عندك تنقلات تنتبه وتكون حذر وإذا كان عندك امتحانات تستعد بشكل جيد وإذا عندك مقابلات تكون مجهز أمورك أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة برضو ما في أي تأثيرات يعني بمعنى إنه إيجابي بيدعمك على مستوى سمعتك وتعزيز سمعتك ودفاع عن سمعتك وبرضو أمور إلها علاقة بتواصلك أو علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بتكون على حسب طبيعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأمور بتتعلق بالأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء الأصدقاء وممكن يبادر بعض الأصدقاء لمساعدتك في مسألة معينة أو تقارب في شيء معين كان صعب أنك أنت تحققه بالفترة الماضية فصديق هو اللي يساعدك في هذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو خالي من أي تأثيرات للكواكب برضو عشان هيك الأمور على مستوى بيت المتاعب آمنة ممكن أنه تهتم ببعض الأعمال وتنجزها وعندك قدرة لإنجازها وما تخليها تتراكم وبرضو عندك قدرة للاهتمام بصحتك هذا طبيعي هيك لكن إذا أنت بتتقاعس هذا إشي برجع لك عندك قدرة برضو للاهتمام بصحتك الأوضاع الصحية تقريبا بلشت تروح لمنحنة إيجابي وداعم لإلك ما في أي مخاطر كلها هاي أعراض قابلة للتخطي يعني بمعنى آخر بتمر فترة وبعدين بتمضي الأمور بشكل إيجابي بحاجة لوقت كمان وبتتحسن بشكل أكثر ولكن بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو قلق على أحد الناس اللي أنت بتعرفهم أو زيارة مريض أو مستشفى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أيها الأحبة